برئاسة سعادة عليم حد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عقد المجلس جلسته الثانية عشرة لدور العقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشرة وذلك بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء وتنمية المجتمعية حيث تم مناقشة سياسة الدائرة بهدف تعزيز تدفق البيانات والمؤشرات بين الدوائر الحكومية لما له من تأثيرات إيجابية تحقق رفاهية وسعادة كل من تطأ قدمه أرض الشارقة دع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته التي انطلقت بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وترأسها سعادة عليمي حد السويدي رئيس المجلس دع استشاري الشارقة خلال مناقشة سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية إلى أهمية مواصلة تطوير بيئة العمل في مجال إدارة البيانات لاستحداث منظومة شاملة للتحول الرقمي اليوم في هذه الجلسة تطرقنا إلى العديد من القضايا والأمور التي تشكل هاجس للمجتمع في إمارة الشارقة مثل قضايا التركيبة السكانية وقضايا الديون وقضايا أيضا رفاهية المجتمع وتحقيق رفاه في كافة المجالات وإيضا دور الدائرة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إمارة الشارقة وعن أدوارها في توفير البيانات سواء كانت هذه البيانات من خلال الدراسات أو المسوح أو من خلال البيانات السجلية أو طرقها وتوجهاتها الحديثة في السعي لتوفير إحصائيات من خلال البيانات الضخمة أكدنا على أهمية تعزيز نسبة الشعور بالأمان لقاطنة دولة الإمارات العربية المتحدة وزوارها وكافة أفراد المجتمع بالأمان والوصول بإمارة الشارقة إلى مراتب المتقدمة الجلسة شهدت طرح تساؤلات لأعضاء المجلس تصب جميعها في صلب عمل دائرة الإحصاء بجانب الوقوف على أهمية التكامل بين كافة الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص لإعداد تقارير إحصائية بصورة دورية ترصد متغيرات الواقع الاجتماعي والاقتصادي لتزويد أصحاب القرار بالإحصاءات والمؤشرات التي تساعدهم على تحديد أولوياتهم في إعداد البرامج التنموية تساؤلات التي طرحتها عن أوجه قيام دائرة الإحصاء بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الاتحادي في توفير البيانات التي تتلمس احتياجات سكان مدينة الشارقة والمناطق التابعة لها مثل المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى لاحظنا نحن الآن في بعض مدن الشارقة على سبيل المثال مدينة كلباء وخورفكان ودبل حصن هناك تزايد في عدد السكان في كل سنة طبعا هذا التزايد يتطلب توفير بعض المرافق الحيوية مثل المراكز الصحية مثل المرافق التعليمية مثل المرافق الرياضية وغيرها من المرافق الرئيسية التي تتوائم مع هذا العدد المتزايد هذا وشهدت الجلسة حضورا مميزا لعدد من أعضاء مجلس شورى شباب الشارقة في مشهد يؤكدوا على التفاعل والتكامل بين مختلف عيئات ودوائر الإمارة بطرح العشرات من الأسئلة والاستفسارات والمقترحات من أعضاء المجلس جاءت هذه الجلسة لدعم أهداف مسيرة التنمية والنهضة الوطنية في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بإمارة الشارقة لأخبار الدار العنود السوري شكرا